نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من شائعات بشأن وقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحارقة ترشيدا للنفقات واشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقلا عن وزارة الصحة والسكان على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحارقة حيث يتم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن بشكل مجاني بالكامل